ومشاهدينا الأردن هو الأول عربيا والخامس عالميا بالسياحة العلاجية وحصل العام الماضي عام 2014 على أفضل دولة كمقصد سياحي علاجي لكن مستقبل السياحة العلاجية إلى أين؟ هذا كان عنوان المؤتمر السياحة العلاجية اللي تم وانتهى أنهى أعماله يوم أمس في عمان بمشاركة 28 دولة عربية وأجنبية للحديث أكثر عن هذا المؤتمر وشو النتائج والتوصيات اللي خرج فيها بسعدنا يكون معنا بالأستوديو الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة وأيضا رئيس المؤتمر أهلا وسهلا فيك دكتور صباح الخير أهلا وسهلا فيك يا سيد صباحك أهلين وصباحك يعني مؤتمر ضخم كان فيه فوق 300 مشارك تقريبا حول العالم تحكي لنا عنه أكثر بيومين شو حكيته شو أوراق العمل اللي اتناولها هذا المؤتمر يعني صحيح أنه كان مؤتمر ناجح بكل المقاييس كان عدد المشاركين 350 مشارك من 28 دولة 14 دولة عربية و14 دولة أجنبية كان محاول رئيسية تتعلق بموضوع السياحة العلاجية من أهمها التسويق الأمثل لخدمات السياحة العلاجية والخدمات الصحية تحدثنا عن الاعتمادية والجودة والجودة الخدمات التي تقدم لهؤلاء المرضى لأن المرضى اللي بيجوا من خارج بلدانهم لهم احتياجات خاصة كيف أنت تتابع معهم كيف توفر لهم الوقت المناسب تسريع الإجراءات لأن هذا المريض ما عنده رفاهية الوقت أنه بيجي ويستنى مثلاً موعد بعد أسبوع مشان يتصوره بعد أسبوع لما يشوف الدكتور ما بقدر حكينا عن مراكز التميز أعرضنا تجربة شركات متميزة في الأردن في العالم أعرضنا تجارب دول أخرى يعني إحنا كمان استضفنا خبراء من ألمانيا من أمريكا من ماليزيا من تايلاند من تركيا حتى يعرضوا كمان تجاربهم إحنا من نتعلم منهم ويتعلموا منا فكان الحقيقة المؤتمر فيه كثير جداً من المحاور التي أغنت تجربتنا وعززت معارفنا في موضوع السياحة العلاجية والطرق الأمثلة لتقديم هذه الخدمات بجودة عالية وبتسويق جيد وفي ذات الوقت أن هؤلاء المرضى انراعي خصوصيتهم لأن كل مريض يأتي من بلد لهم عادات لهم اطباع لهم احتياجات خاصة لازم نراعيها فالحقيقة أنه كنا ساعدين أول شيء أنه يعقد هذا المؤتمر للمرة الرابعة في عمان هو اختيار عمان بالتأكيد ما إجا من فراغ لأن عمان الآن هي عاصمة العلاج في المنطقة سواء المنطقة العربية أو حتى شمال أفريقيا ونحن من الدول الرائدة على مستوى العالم ونفتخر بهذا الشيء مش بس عمان هي يعني الأردن فيها أكتر من مكان للعلاج ويمكن هاي الميزة اللي بتعطينا خصوصية وتميز بين الدول أنه أول إشيء الأمان الموجود بالبلد الرخص يعني إحنا مقارنة بدول أخرى كتير أرخص بتقديم الباكتش كله الإقامة والسفر والعلاج زائد الكفاءة الموجودة زائد الأماكن الموجودة اللي بتقدم يعني زي مثلا الاستشفاء في البحر الميت أو بأماكن أخرى يريد تذكر لنا إياها دكتور ممكن تقدم هاي الخدمة العلاجية أو السياحة العلاجية لطالبيها السياحة العلاجية صحيحة تنقسم إلى شقين فيه السياحة العلاجية الطبية اللي هي متعارف عليها في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية وفيه السياحة الاستشفائية اللي هي زي حمامات معين والبحر الميت أو عفرة وغيرها اللي هي طبعا تستفيد من الأشياء الطبيعية والمياه والمعدن والأملاح إحنا لما بنروج بنروج لاثنين وكنا حرسين كل ضيوفنا للعرب والأجانب أن ننزلهم على البحر الميت ونفرجيهم كمان إيش في عندنا أماكن استشفائية وفعلا في كثير من المرضى بيجوا من أوروبا ومن أميركا للعلاج في البحر الميت لمراض الصدفية يعني هو أيضا يعالج أمراض التنفسية الأردن غني بالأماكن الأثرية والسياحية عشان هيك إحنا بنسوق الأردن كمركز جذب من عدة نواحي يعني حتى السياحة الدينية وغيرها فأنا بعتقد أن السياحة العلاجية هي جزء مهم من السياحة بشكل عام نعتبر إحنا أن السياحة العلاجية لا تعني فقط القطاع الطبي يعني اللي بيستفيده من السياحة العلاجية وآثارها الإيجابية مش الأطباء والمستشفيات فقط اللابل يمكن أكتر من نصف أو ستين بالمي مما ينفق من المرضى ومرافقهم ينفق في أماكن خارج القطاع فبالمعدل كل مريض بيجي على الأردن للعلاج بيجي مع اثنين مرافق هذول اثنين المرافق بدهم فنادق وبدهم مطاعم وبدهم مولات ومواصلات وطيران فعشان هيك إحنا بنعتبر أنه هذا الموضوع يجب أنه كل القطاعات وكل الجهات سواء الخاصة أو الرسمية لازم تتعاون حتى نحافظ على هذه الميزة التنافسية يعني الأردن بلد صغير ودائماً إحنا لابد نسافر بره يعني إحنا من يومين أربع أيام جينا من النمسا وتحدثنا عن الأردن يعني النمساوين انبهروا بالنجاح الذي حققوا الأردن بهذا المجال طيب ليش؟ دائماً بيسألك طيب ليه يعني الأردن بلد صغير إمكانيات محدودة إيش اللي خلاكم توصلوا لهذه المرتبة على مستوى العالم بالنافس دول كبيرة إحنا كبيرة 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 بالتحديد ما زالت بتأخذ المرتبة الأولى الدول الثانية اللي بتأخذ مثلا نتكلم عن الهند هند طبعاً قارة يعني من نتكلم عن الهند من نتكلم عن مليار ونصف نسمة كم هائل من المستشفيات طبعاً متوقع أنه بجيها أعداد كبيرة من المرضى نتكلم عن تايلاند وبعدين تيجي إما ألمانيا أو بريطانيا يعني أحدى الدول الأوروبية الصين لا أنا توقعت أن تكون واحدة من هذه الدول الحقيقة أنه الصين السياحة الطبية عندهم داخلية أكثر يعني في داخل الحفظات الصينية بيجيهم من الخارج بس مش أعداد كبيرة وما بنشوف الصين الحقيقة في المؤتمرات والمعارض يعني إحنا بالسنة الوحدة بنشارك بعشرين نشاط اللي هو بين مؤتمر ومعرض سياحة علاجية في الإقليم وفي العالم ما بنشوف الصين بتسوق نفسها في موضوع السياحة العلاجية بكفيها الداخلية بالتأكيد أنا بأعتقد أنه يعني الصين عندها عندها فرص كبيرة وعندها إمكانيات لكن أنا بأعتقد أنه معطين أولوية للمرضى لأنه أعتقد في ضغط كبير على القطاع الصحي الصيني ممكن يصير استثمارات مستقبلية في كثير دول الآن تسعى أنها تستثمر في موضوع السياحة العلاجية وبتنافس يعني إحنا كما لازم نعترف أنه في منافسة من هنا أنا بحكي دائما أنه لازم إحنا نحافظ على هذه الميزة تفضلت حكية الأسعار يعني فعلا أقل الأسعار إذا بدنا نقارن بأي دولة بتقدم سياحة علاجية هو الأردن مع العلم أنه مستشفياتنا من أحسن مستشفيات في العالم حاصل على الاعتمادية الدولية أطباءنا من أفضل الأطباء يعني جلالة الملك عندما يتحدث في السين ان الأسبوع الماضي يقول سر نجاح الأردن في السياحة العلاجية هم الكوادر البشرية صحيح عندما يتحدث أن الأردن وصل هذه المرتبة هذا إحنا بشعرنا بالفخر أنه جلالة الملك يفاخر العالم بنجاحاتنا ولكن يضع علينا مسؤولية كبيرة يعني عندما نسمع هذا الكلام معناته علينا مسؤولية أنه على الأقل نحافظ على هذا المستوى لازم نرفع لأنه لو ظلينا زي ما الناس بتسبقنا فالمفروض أنه دائما نحسن نزيد من جودة الخدمات نوسع من الخدمات ندخل تكنولوجيا جديدة نحافظ أن الأسعار كمان ما ترتفع لأنه في ضغط على المستشفيات في ارتفاع بالكلف فواتير الطاقة الرواتب الأجور يعني في ضغط نخشى أنه يؤدي إلى رفع الأسعار طيب المحاور التي تناولتوها والعنوان السياحة العلاجية أو مستقبل السياحة العلاجية شو مستقبل السياحة العلاجية في الأردن؟ الحقيقة أنه أجمع المحاضرين على أن السياحة العلاجية على مستوى العالم عم بتزيد ولأكثر من سبب أولا سهولة الوصول إلى المعلوم يعني هلأ أنت في البيت على الكمبيوتر بتشوف المستشفى اللي بعمان وبتشوف المستشفى اللي بأميركا وبتسأل قديش التكلف وبتسأل مين الدكتور اللي بده يعملي العملية لا بل بتشوف الغرف اللي بدك تنام فيها صرت بسهولة أنت تقدر ترتب مواعيدك أونلاين على الإنترنت صرت بسهولة تبعث التقرير ويجيك جواب وفي كثير مرضى بيودي لأكثر من دولة ونحن نشوفهم بيبعثونا يعني ويبعثونا ويبعثونا لألمانيا ويبعثونا لتركيا وغيرها وبعدين هو بيختار طبعا إحنا عندنا ميزة يمكن مش موجودة كثير عند غيرنا فيما يخص إخواننا العرب في الدول العربية يعني التشابف العادات والتقاليد قرب المسافة الأردن بتميز كما حكيتي بالأمن والأمان يعني الأردن تم تصنيفه حسب المؤتمر الاقتصادي الدولي 13 من 131 من ناحية الأمن والاستقرار وبالتالي المريضة بدي روح يتعالج ما بدي روح على بلد يتكون غير آمن تحدثنا كمان أنه سهولة التنقل يعني هلنا مثلا صار الطيران متوفر أكثر صار أسهل صارت المستشفيات والدول تروج نفسها يعني صار أنه المعلومة تصل للمريض من خلال نشاطاتنا إحنا اللي إحنا بنساويها فأنا بأعتقد أنه حجم السياحة العلاجية حيزيد عشان هيك في فرصة كبيرة أنه إحنا نضاعف عدد المرضى اللي بتعالجوا عنا قد يأتي دكتور هل عندنا إحصائيات مثلا نقدر نقول أرقام أو نسب سنويا بدخل علينا لسياحة علاجية مثلا أشخاص وأدي عدد العرب للغير العرب إحنا طبعا في العام 2014 عدد المرضى اللي دخلوا المملكة للعلاج كان ربع مليون مريض 250 ألف مريض هذا رقم جدا كبير إذا بنتحدث على دولة بحجم الأردن هذول الربع مليون مريض إجا معاهم نصف مليون مرافق يعني نتكلم بالمجمل على 750 ألف شخص مليون إلا ربع اللي دخلوا المملكة بسبب العلاج إراداتهم هذا بس 2014 بس بالسنواتي إراداتهم التقريبية حوالي مليار دولار إحنا نطمح أن نضاعف هذا الرقم لـ 2 مليار وعندنا الإمكانية كيف؟ أيها أول شيء نتوسع الآن في بناء المستشفات هناك مستشفات جديدة الآن تبنى هناك مستشفات فتحة هناك مستشفات قائمة تتوسع ثانيا نعمل الآن على إدخال تكنولوجيات جديدة مثل الخلايا الجذعية وزراعة الأعضاء والعلاج الأورام هذا كل ممكن يزيد بالتأكيد هذه المستشفيات في خدماتها الجديدة ستجلب أعداد المرضى لكن من الربع مليون مريض أدي عرب مثلا أو أرقام ممكن نعرف أو غير عرب الغالبية المرضى التي تعالجها في الأردن من الدول العربية إلا أنه نتيجة جهود المستمرة بفتح أسواق جديدة صرنا نشوف مرضى من أفريقيا صرنا نشوف مرضى من دول الاتحاد السوفيتي السابق مثل كذفستان وأذربيجان هناك مرضى يأتي من أوروبا حتى هناك مرضى يأتي من أمريكا وكندا من أوروبا ومن أمريكا من أمريكا وكندا يعني أن أمريكا رقم واحد في السياحة العلاجية نعم وأمريكا أكثر بلد تصدر السياحة العلاجية هذه مفارقة غريبة أنه كثير من الأمريكان بطلعوا برا أمريكا يتعالجوا ماذا السبب؟ نعم السبب أنه في خمسين مليون أمريكي ما عندهم مش تأمين صحي والعلاج في أمريكا مكلف جدا يعني لو بدنا ناخد مثال واحد عملية القلب المفتوح بأمريكا بتكلف مية وخمسين ألف دولار في المقابل بتكلف بالأردن خمسة عشر ألف دولار يعني عشر كلفة العلاج بأمريكا فلا هو شخص بأمريكا بده يعمل هذه العملية وما عنده تأمين قولا واحدا بده يبحث عن مكان آخر يتعالج فيه نحن قلنا السعر هو عنصر جد فهذه الناس اللي ما عندهم تأمين أو أنه عنده تأمين لكن الويت انجليست أو فترة الانتظار طويلة يعني بيكون بده يعمل عملية مفصل مثلا بجوز يقول له موعدك بعد سنة وهذه تنطبق على أوروبا كمان أو ستتوشن يعني في كندا مشان تعمل صورة رنين مغناطيسي يعطيه موعد بعد شهرين طب احنا ما عندنا هذا الاشي احنا المريض بيجي بنفس اليوم بتصور وتاني يوم بعمل عملية القطاع الحكومي ما فيه هذا الاشي نحن بنتخلم عن القطاع الخاص طبعا بس اللي كنت أحب أسأل كمان بس قطاع خاص اللي بيقدم هاي الخدمة ولي فيه تعاون مع مستشفيات حكومية كمان للسياحة العلاجية نعم أول اشي طبعا الخدمات الطبية الملكية بالتأكيد كانت من الرواد في تقديم خدمات مميزة مثل جراحة القلب وزراحة الأعضاء وبالتالي هناك عدد من المرضى بيقصدوا الخدمات الطبية الملكية المستشفيات الجامعية برضو ولكن بيعني نسب محدودة الحقيقة مستشفيات وزارة الصحة عليها ضغط كبير وأعتقد أن الأولوية على هذه المستشفيات هي تقديم خدماتها للمرضى الأردنيين وبالتالي يعني أكثر من 95% من المرضى السياحة العلاجية يعالجوا فيها المستشفيات الخاصة يعني بس المهم أنه ما يكونش على حساب المرضى الأردنيين لأنه صار في بعض الناس مثلاً لما بروحوا طوارئ أو في حالات معينة بيشكوا أنه الأولوية تعطى لغير الأردنيين وكأنه يعني عشان السياحة العلاجية ومردود أحسن يعني نعم حبي يعني أنه كنت أحكي بهذا الموضوع ونسمع رد منك دكتور على هذا الموضوع أول إشي إحنا مرة ما في أسرة حتى بالمستشفيات الخاصة نعم أول شي إحنا يعني الشعب الأردني شعب مضيف ومعروف عنا إحنا بنبدي الضيف يعني أنت لما بتكون رايع على أي مكان وعندك ضيف بتعطيه أولوية أنا أعتقد أنه نفس الكلام اللي حكيناه في البداية أنه المريض اللي جاي من دولة تاني وجاي يتعالج في الأردن وبدو يعمل عملية فهل من المنطق أنه إحنا نعطيه موعد بعد أسبوع وبعد أسبوعين وبعد ثلاثة أنا أعتقد أنه ما سيجاء الأردن إذا بدو يعرف أنه هاي المعاملة ستصير المستشفيات الخاصة بشكل عام نسبة الإشغال فيها اليوم لا تتجاوز السبعين بالمئة حتى مع السياحة العلاجية وبالتالي توفر الأسرة موجودة إحنا ما بنبدي مريض على مريض إلا أنه حسب حالة المريض وحسب إذا هذا المريض مثلا مرتب مع المستشفى من شهر وباعت تقاريره وحاجزين له موعد مع الدكتور وعنده عملية بكرة إذا هذا لازم يجي يلاقي سريره ويلاقي على غرفة العمليات جاهزة لأنه مرتب أموره جايب وبناء عليه حاجز طيارته ما بتستطيع تقول له إنه والله أنا بدي أعجلك لأنه مش حاجزين لك موعد أو مش مرتبين لك العمليين بس لما المستشفى تكون فل ممكن تتعاونوا كجمعية مستشفى خاصة إنه مع مستشفى هذا اللي صار فعلا يعني إحنا لما بصير فيه عندنا ضغط بين المستشفى نتعاون ونتم تحويل مرضى من مستشفى إلى مستشفى لتخفيف الضغط من مكان إلى آخر حتى نستوعب المريض الأردني والله الأولوية وبعد ذلك وحتى المريض برضو اللي من الخارج برضو يعني المريض زي ما قلت حسب الحالة كمان وحسب الحجز ونقطة كتير مهمة قلتها إنه المستشفيات نسبة الإشغال فيها سبعين بالمئة دائما في مجال أنا بشكرك دكتور فوزي الحمور رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ورئيس المؤتمر كمان مؤتمر السياحة العلاجية الرابع اللي كان أنهى أعماله يوم أمس يعطيكم ألف عافية جهودكم مشكورة وإن شاء الله إلى الأمان شكرا أهلا وسهلا كاملين معكم مشاهدينا بعد الفاصل خليكم معنا